The time we spent at school الوقت الذي نقضيه بالمدرسة The time we spent at school نحن نفهم الكلمة هاي Spent Spent بمعنى يقضي Spent Spent يقضي نحن نكرر كثير واخدنا بالفصل الماضي Spent time يقضي وقت The time we spent at school الوقت الذي نقضيه بالمدرسة طيب A few years ago قبل سنوات قليلة As many as 1000 schools عنا تقريبا 1000 مدرسة Across the USA USA America United States of America عنا عنا أكثر من 1000 مدرسة موجودة بأمريكا رجزوا معي لأن هنا في فكرتين للسؤال Started making school year longer رجزوا معي مدرسة بأمريكا مدرسة بأمريكا started بدأت making بيجعل school year school years السنوات أو السنة الدراسية السنة الدراسية يعني أمريكا بدها تجعل السنة الدراسية longer أطول longer أطول هنأيدي هون تجعل السنة الدراسية عندها longer أطول عنا بالأردن بدعموا الفصل أول والفصل الثاني السنة الدراسية تقريبا 195 يوم 177 195 يوم طب هم بأمريكا لأن عندهم السنة الدراسية اللي بدعموا فيها طلاب بالمدرسة تمام قليلة شو بدهم يعملوا بدهم يجعلوا السنة الدراسية عندهم أطول شو بد أعمل شغلتين سواء قل السؤال في كلمة change 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 يعني التغيرات إذا طلب مني ما هي change or changes التغيرات اللي حدثت بيو اس اي بأمريكا لأن في سؤال عليها من أسل اللي سهل علينا ما هي التغيرات اللي صارت في أمريكا تمام أحسن نحكي عن ثنتين كذلك أيضا إذا طلب مني أمريكا بدأت جعل دراسة السنة الدراسية عندها لونغر أطول بدأ أكتب كلمة how جعلت سنة الدراسية أطول how يعني السؤال كيف أمريكا بدأت بجعل السنة الدراسية أطول مدام جب لي سيغل السؤال بده التغيرات اللي صارت في أمريكا أو أمريكا خلت السنة الدراسية أطول how عنا ثنتين رقموا معي هون number one by adding up ten extra days لعند or والor للنقطة رقم اثنين طيب شوم التغيرات يا صديق العزيز بلتصيد بأمريكا أو أمريكا بتخلي السنة الدراسية أطول كيف أعطيني استراتيجية أعطيني طرق كيف بتتخليها لونغر أطول نغطين واحد إما adding up إضافة ten عشرة ten عشرة أيام ten extra days عشر أيام إضافية to the school year وعندناها ثاني مرة حفظوها ضم الصلح school year السنة الدراسية يعني أول عمل اللي تعمله أمريكا عشان تعمل شوي تغيرات في مدارسها سواء قلت change أو كيف بتخلي السنة الدراسية أطول حقت آخر السنة الدراسية منزيد نعم الإضافة عشر أيام منزيد لهم عشر أيام أو شو التغير الثاني ميكينج ميكينج إيتس سكول دي شو معنى سكول دي اليوم الدراسي بتخلي اليوم الدراسي لونقر أطول اللي حكينا قبل شوي باي هاف هاف يعني نصف باي هاف آن آور نصف ساعة معناته أول فقرة هاي بده يسألني إنه بمدارس أمريكا يو اس اي صار في عنا تشينج تغيرات أول ما يسأل لي بالفقرة يقولها عن كلمة تشينج تغيرات ما في لها ذول سنتين أو إنه قل لي إنه هاو دي يو اس اي ستار ميكينج سكول يير لونقر كيف خلت السنة الدراسية أطول كيف طورتها إما زادت عشر أيام للسنة الدراسية أو نصف ساعة لكل يوم طيب كمل بعد this was because هذا بسبب it طبعا هون it بتعود على الفكرة البعدها وزي هيك نمط أسئلة ما بيجيبوه بالوزارة لهون إنه لما يجي it وجنبه أفعال ال-b وفي عندنا that أو to بنكمل من عند that لعند آخر الفكرة سوى فاصلة أو نقطة هنا it بتعود على الجملة كاملة طيب نحكي هنا السؤال وش قلنا في عندنا تغيرات صارت بأمريكا هذو التغيرين طب ليش من نزيد عشر أيام واي بدأ اكتب معي هنا اكتب معي كلمة واي أمريكا بدأ تضيف عشر أيام وبدأ تزيد أو تزيد نصف ساعة كل يوم هذو تغيرات طب واي لماذا شو السبب طيب لو قل لي ما هي التغيرات واحد واثنين إذا قل لي واي لماذا ليش بدأ تغير من كلمة بيكوز بيّن معي الجواب أول من يسأل لي سؤال لماذا هاي جواب because this was because هذا بسبب it was found وجدة that secondary school students أن طلاب الحفظ معاني عرف أن هذول كلمات سهلة secondary school مدرسة secondary الثانوية in the USA America and the UK Britannia United Kingdom المملكة المتحدة where spending the least can you spending يقضون the least أقل وقت at school في المدرسة يعني لما هم يحقوا من زي عشر أيام إضافات تغيرات شو السبب السبب أنه طلاب المدرسة السنوية الموجودة في أمريكا وبريطانيا كانوا يقضوا في المدرسة أقل وقت عشانهم بيقضوا وقت قليل حكم يزيد لنا عشر أيام ونصف ساعة طب كم بدوموا المعدل سنة الدراسية كم معدلها 187 يوم لو شأن السؤال كم عدد الأيام لمين لأمريكا 187 يوم كم عدد الأيام لأمريكا 187 هذا كل أسئلة موجودات معنى بالدوسية حتى تقوم موجودات بس إذا سألني عدد الأيام سواء بأمريكا أو برطانيا 187 يوم بدوموا في خلال السنة جوردينيون ركزوني هون جوردينيون خفز الأردن يعني أمريكا برطانيا خلص فكرته بده يقفز على جوردينيون ركزوا مع بها الفقرة أي سؤال شو ما كان تعداد مش تعداد اختباس مش اختباس معنى مش معنى أي سؤال بهاي الفقرة الوحيدة اللي بيجيب فيها سيرة الأردن ما فيه إلا هاي الجملة نون نون من عند ذاتي بكل يعني شو ما كان السؤال بيسلك فيه عن بالسؤال نفسه فيه كلمة جوردن انت رمضوا هاي طب شو ما تحكي لي حكاها الأمريكا برطانيا 178 يوم أما في تيبكال جورديني سكول يير عندناها سكول يير ثير بتتطلب من الدرس حافظها سكول يير السنة الدراسية السنة الدراسية للجورديني للأردن كم يدومه لونجر دان ديس أطول من هذا مين ديس يا صديق رازي يزرق اسمعي الديس عايدة على 187 يوم يعني أمريكا وبرطانيا كم يدومه 187 يوم طب الأردن كم يدوم؟ ما أعطاني رقم قال الأردن يدوم أطول من 187 يوم يعني ديس هاي عايدة على 187 يوم كم يدوم الطلاب بالأردن؟ الأردن يدوم لونجر دان ديس أو لونجر دان 187 يوم أكثر من 187 يوم هاويفر ومع ذلك هاويفر ومع ذلك قال لي نعيدك سريع أمريكا وبرطانيا 187 الأردن الأردن أكثر من 187 يوم طيب none of these ولا واحد من هذول ثلاث دول are nearly تقريبا as long as طويلة مثل طويلة as مثل the school year السنة الدراسية in countries للدول مثل جابان وساوث كوريا يعني ساوث كوريا والجابان بدأوا مؤكثر يعني قال لي الأردن والأردن واليو اس اي وبريطانيا ولا واحد منهم طويلة بأيام الدراسية مثل اليابان وساوث كوريا معانتوا اليابان وساوث كوريا أطول منهم والبأكد ذلك ساوث كوريا كوريا الجنوبية attend school يحضرون يحضرون إلى ال school للمدرسة كم يوم بدوموا 220 يوم 220 يوم per year بالسنة هون بالسنة and in japan باليابان the school year numbers عدد أيام السنة الدراسية كم 243 يوم شو بدفع من الفقرة هاي دفع من الفقرة إذا سألنا عن عدد أيام لمين أمريكا وبريطانيا 187 سألنا عدد أيام بالأردن في جيرها أطول من هذا تكتب لي الجملة عادة نفسها أو longer than 187 days with this إذا عقل اللي عمين بتعود 187 days كم عدد أيام south korean koreans 220 days كم عدد أيام للجابان 243 days هذول لليابان تمام يعني أعتقد الأمور إن شاء الله كما عندناها يعني بسطناها كثير طيب according to a study وفقا ل study دراسي by the organization هوا نسم منظمة organization معنى منظمة منظمة for economic economic اقتصاد cooperation تعاون and development تطور أو تنمية يعني وفقا لدراسي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اسم منظمة هاي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختصار OECD هاي شو بتقول هاي الدراسي استودنت ركزوا معي هون استودنت الطلاب باليابان باليابان اندونيجا اندونيسيا and south كوريا وكوريا الجنوبية ما لهم يستند ذلك الطلاب يقضون the most time الاكثر وقت الدراسي الدراسة in the world يعني لو سألني مين اللي بيقضي معظم وقته بالدراسة جابونهم هاذ الفقرة للطلاب التكميلي اللي قدم بس المستوى الرابع تمام اللي كان طالب كان بشددي علم بالضمير اللي حط الضمير بس على الطلاب لغولوا الجواب وحطوا له يا صفر لازم يكتب الطلاب باليابان والدونيسيا وشافكم كوريا جنوبية شكرا ركزوا معي شكرا هم منحاول من خلال خبراتنا بالسلطة الوزارة وين في نقاط بيعلقوا عليها بالوزارة منحاول ننبهكم عليها اول بول حتى ان شاء الله تكونوا موركم بالسليم they want to learn بدهم learn يتعلم بدهم يتعلموا as much as they مين they نفس القصة كاملة as they can يعني هذول طالب بدهم يتعلموا as much as كثيرا هذول اكثر ناس بالعالم بدهم يدرسوا كثير to ensure الجواب ليش ما انتفقنا هذول طلاب بدرسوا اكثر الناس في العالم طب ليش بدرسوا كثير شو السبب السبب to ensure حتى يتأكد حتى يتأكدوا excellent exam grades حتى يحصلوا على grades علامات علامات exam امتحان excellent ممتاز يعني هذول الطلاب اكثر ناس بالعالم ما في غيرهم منهم الطلاب باليابان وندونيس وساوذ كوريا تمام كوريا جنوبية طب بدرسوا كثير واكثر ناس شو السبب بدهم علامات يعني عشانكم نقول للطلاب يا حبايبنا ادرسوا كثير بس بتركيز وبفهم وغاقلية ممتازة عشان ان شاء الله بإذن الله تعالى تحصل على علامات ممتازة وانت زي ما عودناك انه لازم تحصل على معك علامة كاملة they home من امي نفس القصة الطلاب اليابان وندونيس ساوذ كوريا they go to school هون بيديو حكيلي عن ايش يا صديقي فيش مسمي schedule 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 الجدول الدراسي انه هنا برنامجهم الجدول شوف الجدول هذا الجدول شوف الجدولهم كم بدهم يداوموا مش قولنا بيداوموا كثير عشان يجيبوا علامات طب كم بيداوموا طيب هنا حكينا they go to school for about nine hours بداوموا تسع hours hours ساعات بداوموا تسع ساعات اول نقطة انه ذو الطلاب بداوموا تسع ساعات although بالرهمة this includes هذا يتضمن optional ركزونا على كلمة option او دائرة optional optional بمعنى اختياري اختياري optional after school tuition and activities في عندهم نشاطات tuition تعليم after school بعد المدنسة اختيارية يعني هذو الطلاب بداوموا تسع ساعات من ضمن التسع ساعات النشاطات وتدريس بعلموهم بعد المدرسة بس هذا التعليم وهذا النشاط اللي بعد المدرسة اختياري ولا اجباري قال لعنه optional شو قال لعنه optional يعني اختياري اللي بدو يضل يضل يعني خلص زوام اللي بدو يضل يضل والي بدو روح بس هذا النشاط ما تبكون بعد المدرسة خلصنا مدرسة اللي بدو يضل اهله سهله والي بدو روح كمان اهله سهله عشان هذا النشاط اللي بعد المدرسة optional نفيسه عليه اختياري they هم مين هم نفس القصة الطلاب باليابان من دوني ساوث كوريا they also spent about three hours بيقضوا three hours ثلاث ساعات on homework على الواجب يعني بدو مو تسع ساعات من ضمن التسعة نشاطات اختيارية وتعليم اختياري بعد المدرسة وايضا بيقضوا ثلاث ساعات على الهومورك على الواجبات every day كل يوم تخيلوا كل يوم ثلاث ساعات واجبات وبدوهم تسع ساعات معناته دول اكثر الناس في العالم احنا بالاردن مده بتدوهمه ثمانية بتروها الاثناش واحدة من ثمانية للاثناش اربع ساعات للوحدة خمس ساعات كل دوام من خمس ساعات هون لا بدوهم تسع ساعات ونشطات بعد المدرسة فعندهم ثلاث ساعات على الواجبات كل يوم which is three times اي انه يعتبر ثلاث اضعاف ثلاث اضعاف as much as many other countries العديد من الدول الاخرى يعني هو بقول لي ان هذول طلاب لما يحلوا واجبات لمدة ثلاث ساعات كل يوم الثلاث ساعات كثير يعني يعني يعتبر ثلاث اضعاف الكثير من الدول الاخرى يعني الدول الاخرى ما بتعمل ازيهم لما يقول لك ثلاث اضعاف يعني الدول الاخرى كم واجباتها يعني واجباتها ساعة ساعة كيف rapproанд ساعة لانا اقلي هذول الطلاب هذول الدول بيقضوا ثلاث اضعاف دول الاخرى معدد الدول الاخرى ساعة واحدة يعني بالواجبات فهموها الفكرة يعني لو سألني لا سمح الله يقول لي كم عدد الواجبات عدد الساعات اللي بقدموا فيها واجبات في الدول الاخرى ساعة واحدة كيف عرفت لاني قل ثلاث اضعاف الدول الاخرى there نفس القصة طلابه باليابان من دونيس ساوز كوريا there high academic achievements انجازاتهم اكاديميك الاكاديمية والهاي العالية انجازاتهم الاكاديمية العالية دو سجست ركزهم عسا سجست تخترح فيه هون نشوف رأيهم شو اقتراحاتهم هذول طلاب عندهم رأي اقتراح شو وجد نظرهم فيه سؤال عليها دا لونجر يستدي كل مكان دراستي اطول دا لونجر يستدي كل مكان دراستك الدراسة لونجر اطول دا بدر افضل يودو ان دا فاينال اكزام رح تفعل افضل بالفاينال اكزام بالامتحانات فاينال النهائية هم خلاص هذا الحكي في منظمة عملة دراسة بتقول هاي الدراسة ان الطلاب اللي باليابان واندونيجا اندونيسيا وساوث كوريا كوريا الجنوبية هذول دا موست شن دا موست الاكثر اكثر ناس بيقضوها بالمدرسة طب ياستاد كم بيقضوه بالمدرسة هذول الطلاب بيداوموا كثير يعني بيداوموا اكثر ناس طب شو السبب السبب يعني بيداوموا كثير عشان يجيبوا علامات امتحان ممتازة طيب كم بيداوموا بيداوموا تسع ساعات في نشاطات بعض المدرسة اوبشنال اختيارية كمان بيداوموا ثلاث ساعات على الواجبات والثلاث ساعات كثيرة ولا قليلة تعتبر كثيرة شو السبب كثيرة ثلاث ساعات لانه بيداوموا هذل ثلاث ساعات تعتبر ثلاث اضعاف الدول الاخرى يعني دول الاخرى ساعة واحدة طب شو رأيهم شو وجد نظرهم what was what was their their point of view شو وجد نظرهم بقول the longer you study the better you do the final exam كل ما كان دراستي اطول بيجيب علامات اكثر عشان يجبوا يقول لطلابنا ادرس كثير والفصل الثاني قصير يعني شهر واحد شبه خلص شهر اثنين شهر ثلاث شهر اربعة بعد شهر اربعة بدي استعد ان كيف احضر حالي اراجع فصل اول و اراجع فصل ثاني عشان يجب مننا يعني همة عالية ودراسة قوية بإذن الله تعالى وعملوا زي الطلاب باندونيسيا تدسوا كثير شان السبب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة